في وعن مصاريف بندفع المصاريف مصاريف كام هي بداية المدارس كلها بيتعامل تقييم حسب إمكانيات المدرسة التقييم ده إحنا ما بتدخلش فيه خالص بيكون من التوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم فبتحدد قيمة المصرفات لكل مدرسة حسب إمكانيات المدرسة تمام هو وليه الأمر بيجي على يعني عايز النتيجة أنا في الآخر هدخل وليدي المدرسة دي تمام تمام المصاريف في الآخر قديم مش عارف بقوله التقييم وكذا لا هو حضرتك المفروض وليه الأمر هو جاي وعارف إنها مدرسة خاصة فهو عارف القيمة اللي هيدفعها كان يعني أنا مرتضي إن أنا ودي الوقت ابني مدرسة خاصة فأكيد قبل ما هدخل المدرسة هسأل المصرفات بتاعتها تمام هي فقدود كامل مصاريف وعلى فكرة إحنا مدرسنا بالنسبة للمدارس برضو هرجع أقول الخاصة ما تعتبرش مصرفات خالية إحنا مصرفنا التراوح يعني فيه مدارس من خمسة لسبعة مساء من خمس تلاف سبعة تلاف تلاف يعني أقصى حاجة في السنة في السنة بتدفع على بعض ولا على أقصات شوفي هي طبعا بتقصت على إستين 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 بتشرفوا عليها إزاي كسافة الفصول يعني شكل يعني الشكل بتاع المدرسة الحالة بتاعت المدرسة اللي دايما بتكون لها طبعا علاقة بالطالب بالصحة بالحاجات دي الإشرف عليها بيكون إزاي وكل قد إيه والجهات يا فندم لحضراتكم بتتعاونوا معها إحنا الجهات طبعا اللي بتحامل معها طبعا أول جهة اللي هي إدارة تعليمية اللي تابع لها المدرسة المدري التربية والتعليم بالجهزة وزارة تربية والتعليم المعاهد هي جهة أولى بتابع معنا بتباشر كل عمل بيتم عمله حاليا في الفترة حاليا غالبا بالشهر من أول اعتبارا من نهاية العام الدراسي السابق بيتم الاستعداد للعام الدراسي الجديد تمام بدنا خلال ديسكات إضاءة إن أرى دهنات الترميم في حمامات في إصلاحات لأن بعد نهاية كل عام أكيد بيكون فيه نسبة تارك أكيد كتير فلابد من عمل الصيانة الدورية ده